أقول الحقيقة شهادة يعني شهادة حق عايز صورة الجهاز الفني للكابتن شاوي غريب المنتخب الأولمبي عمل مشوار كبير جداً من البطولة الأفريقية ثم الإعداد للمنتخب الأولمبي ثم البرور بظروف صعبة ثم في الأولمبيات ممكن يكون في الأولمبيات مش أفضل حاجة للناس يعني مش أفضل حاجة للناس كتحبة إلا بيبقى هجومي يبقى بطريقة مختلفة نحن نوصل لنقطة أبعد من كده ولكن جهاز الفني للمنتخب الأولمبي يستحق التحية شاوي غريب حمد شاوي وإلرياض كل المجموعة الدكتورة علاء عبد العزيز معتمد كل المجموعة اللي موجودة تستحق كل التحية لأنه هم يشتغلوا الحقيقة مشوار طويل جداً وهم على مستوى عالي جداً من الالتزام والفنيات وشفنا ده على فكرة في مباريات كبيرة ممكن ما يكونش في أفضل حال في المطش الأخير أو البطولة الأخيرة ولكن الحقيقة هم يعني مستواهم عالي شاوي غريب مدير فني كبير وأنا عارف أنه ده ممكن أكون بقوله في توقيت يعني الناس تقول لك يا عم بكبير بص على نتيجة أنا ما بتكلمش على الفنيات كان معين برح كابتن حمد أصدقي وتكلم على الفنيات كان فيه كابتن حازم وتكلم على الفنيات واحد شايف أن يلعب أربعة أثنين ثلاثة واحد واحد شايف أن يلعب بطريقة تانية واحد شايف أن يلعب بطريقة مختلف كل واحد في الفنيات ليه وجهة نظر ولكن أنا عارف أن الكلام ده يعني محدش ممكن كان يتوقع أن هو يسمعه ولكن الثقافة عندنا خلاص اتغيرت ثقافة الشكر وثقافة أن تتوقف في الملعب واللقطة الأخيرة قبل الوداء على الموانسة أحمد مجاهد واقف مع الفريق حديث حجازي حديث رمضان حديث كابتن شاوي بنشكرهم كلهم بنشكر الشباب اللي كانوا موجودين بنشكر الناس الكبيرة أحمد مجاهد عمل مجود كبير جدا مع المنتخب اللومبي كان ممكن نروح في نقطة أبعب من كده ولكن مهم جدا أن احنا نبني عن اللي جاي مهم أن احنا نبني عن اللي جاي أسرح حاجة وأقوى نجاح أنك تبني عن اللي جاي حتى في الهزيمة أو في الخسارة أو في النقطة اللي كانت كنت تتوقع أفضل منه ابني وبصه قدام هتلاقي قدام مختلف وحتلاقي أن أنت بتوقف وحتلاقي أن أنت بتتحرك بشكل مختلف حتى الحديث بتاع الناس على شارة الكابتن رمضان حجازي حجازي رمضان موضوع متحضر جدا وجهة نظري أنا الشخصية يعني موضوع متحضر جدا موضوع لقطة رائعة جدا رمضان بيسيب لي حجازي الشارة حجازي بتفهم بيتفهم مع رمضان إن لو تأهلنا هتبقى أنت الكابتن ولا فيه أي حاجة خالص أمور الحقيقة رائعة وأمور هادئة جدا وأمور تنظيمية جيدة جدا اللي قطات دي لازم نقف عندها كتير عشان الشباب الصغير يقف ويتعلم منها كتير لأن الشباب دلوقتي بيتفرج علينا ولازم يتعلم إزاي تسيب الشارة لزميلك وإزاي ما يكون حقك تاخدها وإزاي النهاردة تترفع عن حاجات معينة وإمتى تاخد الخطوة الوراء وإمتى مصلحة الفريق وإمتى 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 دي دروس كبيرة ودروس كتيرة جدا إحنا بنتعلمها وبنشرحها والشباب الصغير يتعلم منها ويشرحها هي دي دروس المستفادة والمهمة في عالم قرة القدم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله لكل أفراد المنتخب الأولمبي في القادم وإن شاء الله بإذن الله كون دي خطوة بداية يتبني عليها